أما نحن مكملين بفقاراتنا الصباحية ونذهب لنضوي ضمن فقارتنا عن موضوع التسويق الفني ما هو هذا التسويق؟ اليوم بظل ازدحام الأسواق إن كان بالمنتجات إن كان بأي شيء موجود اليوم بحاجة لتقالية تسويق جيدة حتى على الساحة الفنية واليوم سنحكي عن هذا الموضوع مع خبيرة التسويق أو خبيرة التسويق وعلاقات عامة وهي الأنسة هن تعود يا صباح الخير يا هند يا سعد صباحك يا هند أكيد كمان يا رشا رح نرحب بضيفنا لمرافقنا اليوم بالحلقة لخطف قلوب الجمهور في مربع العز وأيضا بدوره مؤخرا بمسلسل ولاد بديعة اليوم هذا التفل حقق شهرة واسعة وأيضا من خلال هذا الموسم الرمضاني التفل جاد شمسه اليوم رح يروينا كواليس اختياره لدور فارس ومشاهده الصعبة اللي قدمه شو الخطوات وكيف بدأ بمجال التمسيل سعد صباحك يا جاد أهلا وسهلتي مرحبا أستاذ شاهين أهلا شو بتحب بقلك شاهين أو جار شاهين شاهين ها ها الساعتهم عم ي بالمدرسة يقول لك يا ابن بديعة ايه؟ لهلا تعودوا عليهم تعودوا عليهم بس انتي مشاغب وبعريفة صباح الخير أهلا وسهلا بكم أهلين هندي اليوم عم نحكي عن موضوع جدا مهم وبحاجة مو بس لتسويق بحاجة لإعلام وإعلان جدا مهم خلينا بداية من خلال خبرتك نحكي شو هو التسويق الفني هو اليوم نحن بعمل حملات أعلانية للشهرات وعطريق فنانين نستقدم هاي الشهرة والفن منحطها بشهرة للشركات نعمل حملات أعلانية عن اسماء فنانين بطريقة بتليق فيهم بتليق باسم الشركة فمنجمع بين تقريبا الفن مع التسويق لهاي الحملات اللي نحن نعمل حاليا تمام اليوم بدنا نحكي عن المجال الفني أكتر رح روح شوي لعنجاد عرفنا عن حالك كيف بلشت بالتمثيل أو شي حكي لنا عن حالك عرفنا عن حالك أنا جاد شمس وعمني كيس سنين مدرستي شوي فوت أهلا وسهلا يا جاد تسع سنين يعني تسع سنين أعملت بصمة أكتر من ناس إلا زمان بمجال الفن صح طيب رح نرجع شوي لعندك ونحكي عن أولاد بديع ونحكي عن مشهدك هذا الزتات فيه الولاد من فوق مسكة الكطار تذكرته طيب نورهان خلينا نحكي اليوم تتبقية فنية اليوم شو هي أهم الأساسات اليوم أنت عشو بتعتمدي يعني هذا اليوم نحنا منعتمد عن أنه نحنا ما بنستخدم اسم هذا الفنان بهذا التسويق يكون أول شي نحنا متأكدين من اسم الشركة لأنه اليوم ما فينا نستخدم اسم فنان بطريقة ما فيها ثقة لأنه العالم لما بتشوفه لهذا الفنان هي واثقة فيه مئة بالمئة فما فينا نخزو ثقة الجمهور فيه فنحنا نعتمد على موضوع أول شي ثقة قدام الجمهور اللي عم يشوف هاي الحملة وبطريقة تانية بتلاقي باسم الفنان بطريقة بطريقة كل شي تكون صحيحة لهذا الشي فنحنا غالبا هلأ حاليا أنا بسوريا تقريبا أول حدا يعني اشتغلت هذا الموضوع نحنا حاليا عم عم نشتغل الإسماء كتير كبيرة من الشركات عن طريق كتير من فناني سوريين سوريين وعرب وليست بس سوريين فنحنا هاي الآلية اللي حاليا عم نشتغل يعني هم نعتمد على ثقة أهم من إنه أي شي تاني لحد العالم الضل واس قبل هاد الفرنام ما ينتزع اسمه قدام جمهوره فأنا هادلي عم بشتغل عليه حاليا أهم شي يعني يكون تمام مثل أستاذ جاد هلأ حاليا كمان عم يفوت بموضيع الأعلانات صح يا جاد؟ صح وعم بشتغل معك شو عم تشتغل هات لنشوف أعلانات وتمثيل هلأ بس نعم بشتغل مع أعلانات كم أعلان صار بسرجل؟ أوه هلأ حياة منحضر لشغلات كتير جاية من هون إلى رمضان الآن نشنع بالأول ما فتنا بشي شو هالسقل عندك يا جاد؟ شو هالسقل حلوه؟ واسق من نفس الائل حلوه برافو إن شاء الله عطول بتدلك هاي هذا اللي يحبه مجال التسويق مجال واسع اليوم يمكن انتشر كتير بالفترة الأخيرة حتى في أشخاص عم يستخدموا فعلا بطريقة عشوائية بدون ما يكون عندهم دراية فعلا لهذا المجال كيف تشوفي اليوم وشو الأخطاء اللي عم يوقعوا فيه؟ هلأ هاي الأخطاء دائما عم قلك عليها إنه دائما نحنا لازم نتأكد من أي اسم قبل نحنا ما عم فوت هاد الفنان بهذا الموضوع أو أي مشهور بهذا الموضوع لأنه أنا اليوم كتير عم شوف أنه أنا اليوم بنطلع بنسويق لهذا اللي هي الشركة بنحكي عنا بنحكي عن مركز خاصة بموضوع الطب بنحكي 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 بالأخير بيطلع بالأخير بيجي أشخاص بيلحقوا هاد الشخص بينقذوا من ورا هذا الشيء الآن كتير ننتبه منه وننتبه عليه لأنه خاصة مواضيع الطب هي كتير حساسة ولما العالم عم توسق بهذا الشخص فهي يعني خلص حطت يعني كيف تقولك حطت كل ثقة فيه لتروح تجرب هاد الشيء من ورا فحرام نحن بالنهاية نخذ الثقة للجمهور بطريقة يعني بس هيك عشوائية بمجرد نحن طلعنا وسوأنا لأي شغلة بالتسويق لازم يكون له أصلا تجربة سابقة قبل ما نحن نعمل له الحملة هاي فأنا هي بعتمدأ أنا بعمل تجربة للشركة أو للمركز أو بعدين أنا بقرر أعمل له الحملة الإعلانية أو لا طيب اليوم جاد شريك نحن وياك روح لنتفرجع بعض مقاطع لإلك بمربلاز أين هو أحلى مربلاز أولاد بتاعه؟ والله كله حلوب بس كنت كي شرس بشاهين ما؟ إي شرس أحلى من البريد شوفوا، شوفوا البراعة دعونا نشوف الكليب وأنا أرجع لأندردش أكثر أين كنا عايشين؟ أين كنا عايشين؟ أين الدنيا أكلت منها أحلى سنينها؟ باعي، 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 عم تطربوا يا أولادين بكلمة ماشت من لحمنا، ومتلك كأنه كنا عايشين نحضبه بأفاس واعي كل ما جاع يأكل من لحمنا، شئ فيه كل ما جاع يأكل من لحمنا، شئ فيه ماشاء الله أفكرني مبسوطة أني عب أخذ ولد من حضن أمه وأمه بس نصيب هدول ولادت ثلاثة أمهاتهم زال مرمع اللقاء برقبة الناس اللي جمتوا فينا واللي زلتنا وزلت أبوك أنت عمني فتنة بين أهلي الحارة سوالك أذوق كام آسد يخفيني أنا وفارس ممشي شو بدا يكونوا نتار مع أسينات خالوا جاد خلينا نرجع لهذا العمل ونحنا ما خبرتنا كيف دخلت هذا المجال كيف تم اختيارك وأنت عامل كورس أحكي لي أشوف كورس إنو كاستلنك ما؟ أول شي أنا كنت مسجد لمعهة دراما روت حلو بقى يعني إيجت المامرشة مشان تاخدنا مسلسل مربلعز حلو، نحكي عن المخرجة رشا شربرجي يعني حيئة لك إيجت المامرشة بقى عملنا مشاهد أول شي عادية مو من المسلسل بعدين أخدت كم حدو عالشركة شاني مسلوم بالشركة من مربلعز مرحباً 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 أخدرتني من نون أنا وسيزور مرحباً تتذكر شو المشهد اللي قدمته قدام الكاستينج وقت الكاستينج مرحباً طب أول وقفل إليك قدام الكاميرا كيف كانت؟ كانت إنو كير خجلان ومتردد إنو ليش شي كعملتي بحالي مرحباً ماذا عملت؟ مرحباً 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 هند نحن نرجع لعندك شوي اليوم أنت عملت تعاملية مع الطفل يعني إحنا حذرين جداً حتى بموضوع التسويق الفني كرمال أول شيء ما ينحرق هذا الاسم الجميل وما يروح لموضوع مثلاً استغلال الشهر اللي هاد الطفل صحيح اليوم خبرين عن علاقتك بيجاد اليوم علاقة بيجاد هي غير أنه هي فيه شغل هي علاقة قريبة ود بيناتنا هذا الطفل هو خطف لي قلبي مثل ما بيقوله هو خطف قلوب ناس كتير وبالذات أنا يعني ما بتتخيلش وعمل فيني من أول ما شفته هلا طبعاً أنا كتير بدي كون حذرة مع أي فنان وو بس مع جاد اليوم اسم الفنان أنا ما بقدر أحرقه بوجوده بكتير إعلانات بكتير شغلات بس حسب بالطلب بالنهاية شو اللي بيكون مطلوب بس نحنا بالمقابل نحنا مع أي فنان جاد ولا غيره أنا حانا متصور بطريقة بروفيشنل بطليق باسمه وبطريقة لشهرته فأنا بكون يعني حذرة بأي شي بدي يكون فيه وخاصة بانتقاء الإعلانات بجعب بقلك لأنه أنا باسمهم مفني استخدمه بإعلان مال ومضمون طلما بيقولوا الشغلة مالها أنا مجربتها أنا ما بقدر أفوت فيها شفنا كتير يعني أسماء كبيرة فشلت بموضوع الترويج يعني شفنا أسماء من الفنانين دخلوا بخلنا نقول الإعلان هنو الأكبر منه مية بمية وكان فيه انتقاضات كتير لإله لهيك عملك أنت عملك مع طفل مفروض يكون فيه حذر أكثر صحيح فلهيكنا نكون حذرين حتى بانتقاء موضوع الشركات هذه ههم شغلة يعني أنا ما عندي مشكلة نعمل 10 الآلانات بس يكونوا ناجحين ولا يكون فيه منهم صغرة صغرة صغيرة من ضر حدا من ورا لهذه هذه الآلان ويكون يفقد مصداقيته قدام العالم بهذا الشي فأنا هذا الشيء اللي أنا دائماً بكون دائماً عم تابعه وعم خاف عليه بشغلي ومع أي فنان أنا بتعامل مع كلمان ما أصدق أفقد مصداقتي أدام الفنان وأدام الشركة بنفس الوقت كمان بدنا نسأل جاد على علاقته معك وكيف شاف هذا المجال وبعد ما دخل مجال الإعلامة يعني بعد التمثيل كيف شاف هذا الشيء وعلاقته مع هند اليوم جاد كيف حبيت هذا الشيء كيف اندمجت فيه أول شيء أنا علاقتي مع هند مو بس إنه شغل لا حتى إنه رفقة بنروح مع بعض على المطعم هيك تاخذك مشوهي؟ ما بتاخدنا؟ ندوحش يوم نحن ما بعرفكون خلح تعرفكون خلاص خلاص حلو هاي العلاقة بيناتكن ما اليوم بتكون أنت مرتاح بالشغل أكتر يعني خلينا نروح للبلاد بديعة يعني اللي أخد ضجة كتير حلو فرفح قلبه واشتقت لك كلمتي يا ابن بديعة خلينا نحكي على ابن قديعة وعن هذا المشهد اللي كنت كتير خايف منه وهو لقطة سكية القطار هاتلم شو؟ أول شيء وقت دفشته أكيد ما دفشته على الحقيقة جابه ولد متمرس بالنط وهيك حلو وحطته له تحت فرش فرش وكرتون وكل شيء أنا ما دفشته لأنه إذا دفشته يمكن يوقع على الأرض وأنا شو عملت بس كمشته وعملت هيك إنه رجعت إلي هو شو عمر زاد حاله لحاله يعني ما عزبك ضميرك بوقتها كنت خايف منه قبله كتير خفيته وبكيت بكيت عليه لأ إنه قبل ما أعمله بكيت من الخوف إنه كيف بده كيف تعمله طيب جاد اليوم كواليس التصوير يمكن يكون هيك في صعوبات في شغلات في تعب وشغلات ما رأت فيها تحكينا أكتر عن كواليس التصوير كيف كانت علاقتك مع مدام رشا شربتجي حكينا أكتر قديش في صعوبات أو ساعات العمل اللي ما رأت فيها تحس حالك إنك أنت تعبت ما بقى فيك مع المام رشا أنا كتير بحبه وهي فكرة كتير بتساعدنا ويعني تعبت بس مو كتير طب هذا التعب حلو ما؟ حلو لأنه أنت عم تتحبي على شي بتحبيه مع أنه كنت أول شي عم تقول أنا شو عملت بحالي أول مرة بعدي، أول يوم بعدي، ثاني يوم، لا برابو خلي دائما سيختك بحالك مع أنه جاد مرية فترة أحيانا يعني ينام باليوم ثلاث ساعة يخلص تصوير خمسة الصباح يطلع تصويره ساعة ثمانية فكاني يعني دائما يواجه تعب بشكل فظيئة بس لأنه هو بيحب موضوع عنده هاي الموهبة والحب للتمسيق فكان دائما هذا التعب ينساه بأول مشهد ببلشه يعني هنت شو بتتوقعي اليوم أو بالغد لجات؟ يعني شو المستقبل اللي ناطره؟ كونك اليوم أنت على احتكاك قريب منه؟ هلأ هو أنا بشوفه بصراحة مو لأنه جات بس أنا بشوفه بحيكون يعني ناجح كتير لأدام وإن شاء الله اسمو حنسمع فيه كتير بالأيام الجاية يعني نحن عم ممكن بعد عشر سنوات أو أكتر نرجع نستذكر هاد اللقاء تكون أنت بأسمك الكبير بتحلم بهذا الحلم جاد؟ بحلم شو بتحلم؟ إنه سير نجي من سوريا بس أكبر هاد ثقة ولا غرور؟ ثقة برافو عليك طيب جاد أنت عندك حساب أنستا أو حساب فيس؟ طيب اليوم أكيد في عالم هيك إليك متابعين وتعليقات شو أكتر التعليقات اللي بيع القولك ياها سلبية إيجابية أكيد كلها إيجابية وإلك محبين كتير هيك أكتر التعليقات اللي بتحبها تحكي لنا شو يا عنا؟ والله بصراحة إنه ما عاد عادت كتير إفتاح الرسائل بقى بتي أذكر لك بفتح ويبرد بس هود مو دائمة إنه إيام ما بفتح بس أول فترة يمكن بعدين مليت؟ لا لا بضل بفتح بس إنه إيام ما بفتح تنبسط وقت تشوف العالم عم بتعلق لك وإنه بيحبوك وحبوا الدور تبعك طيب هند خلينا نرجع لعند حضرتك شوي واقع حكينا اليوم عن آلية التسويق الفني بشكل صحيح اليوم شو بتعملي كرمال تهرب موضوع التكرار أو ما تقع بموضوع التكرار الإعلاني إن كان لي الفنان أو كان لي المنتج أو كان حتى لي موضوع فكرة التصوير أنا اليوم موضوع التكرار أنا ما فيني إنكر لك يا لأنه هو التكرار أحيانا في اسم ينطلب مني أكثر من مرة يعني بيكون أنا مضطرة كرره لآلان مثلا ضخم ولا كبير أنا مضطرة كرر هذا الاسم ما حقلك أنا ما بكرر مية بالمية بس التكرار أحيانا وانجب يعني أنا مازال مطلب هذا الاسم مرة واثنين وثلاثة فهو يعني بيكون هاي الحملة الألانية هي نجحت حتى عم ينطلب هذا الفنان مرة واثنين وثلاثة وثقة العالم كبيرة فيه لحتى هو عم يرجع ينطلب فأنا مضطرة أنه أنا أرجع كرر هلا بس برجع بيقولك أنا بحافظ عموضوع التكرار بطريقة أنه ما يكونوا مثلا اسم الشركة متشابهة أو يعني عن شو الكونسبت تبع الشركة متشابهة متشابهة للشركة تانية أو حتى الفكرة اليوم تمام؟ فإنه مثلا أنا شتغلنا لمركز خلص نحنا شتغلنا لمركز شتغلنا لشركة غزائيا نحنا شتغلنا لإسم واحد وليس تكرار اسماء شركات منافسة لبعض لأنه أنا ضد أني أنا سوّق لشركة ورد إرجاع سوّق لشركة منافسة أبدا أنا متما شتغلت مع شركة أمشتغل للإسم الواحد ضل معن ما بشتغل لشركة منافسة مع عندي هذا الموضوع فأنا هيك محافظة على حالي أكتر ومحافظة على اسم الفنان أكتر بطريقة أنه هو يعني الولاء لهذا الشغل اللي نحنا اشتغلنا وللإسم اللي نحنا قدمنا له لحملة الأعلانية طيب جاد بنا نرجع لعندك ناسد؟ ناسد عيمة نايم متلادي متلادي يا سلام مامي توق جاد مين من الشخصيات أو من الفنانين اللي بتحب أنك تكون مثله؟ نايم حسن ومحمود نصر يا سلام وشاهن وشاهن أنا شاهن ما بتحب تكون بشخصيته بس تكبر باسمه؟ كيف عاني بس عاني؟ يعني اليوم انت خطرت اسمين غير الشخصية اللي قديتها بولاد بديعه صح؟ يا بتا اسمين مو شخصية هو أصدق أنه أخد الدور لوقت كبير يعني هو هذا الدور يعني هو هذا الدور أخد لبسك خلاص يعني انت انت حوي هو هو كان له بتصير مثله طب استعشاهين اليوم شو عم تساوي لنا موديل ما موديل هدول القصص يعني فعيت بتجربة جديدة؟ ايه شو هي يحكي لي عنا أكتر؟ فدت بانيربة جديدة موديل هم جلبة بس لعت حلوة حبيت؟ حبيت شو عارضت أكتر شي تجعب هكي؟ شو استخدمت بهذه التجربة؟ شو شو اشتغلت فيها؟ عارضت قوي برابو عليك هاد شكله يعني لازم يصير محاور وليس ممثل طيب جاد سألناك مين بتحبي من الفنانين والشخصيات الفنية؟ كمان من الفنانات مين بتحب من الفنانات او الفنانة اللي بتحب تشتغل معا؟ سلافة معمور أمونا واصيف يا سلام ومين كمان؟ بس عباس النوري؟ اشتغلت معهم؟ اشتغلت معهم يومير بالعز كان في علاقة حلوة بيناتكم؟ ايه خبرونا عنا يعني اشتلع صورة وقتنا كان في علاقة كتير حلوة بما بينك وبين عباس كان دائما يضحق طبيع بينا فستو ياريت ضلت عمس المو ياريت ضلت عمس الموضوع لا بشكل عمس ياريت موقف هايك مرأة معك بكواليس التمثيل هايك تحكيننا عنو؟ كل شيء كل شيء التمثيل حلو كل شيء حلو؟ موقف مميز؟ والله كل شيء حلو كل شيء حلو كل شيء حلو تمام كل تفصيله هو بكل شيء مشاعر لأنه هو حابب هذا الشيء ولأنه عنده كثير حب للإستاذ رشت شربتش فهو يكون مبسوط بأي مسلسل هي بتكون فيه يعني بتأخدته لأجاد طيب خلينا نرجع شوي نحكي عن موضوع الملكات المفروض يمتلك إن كان الطفل بالمجال الفني أو حتى الشخص الكبير يعني كونك أنت اليوم بهذا المجال شو بتحسي مفروض يمتلك المفاتيح للنجاح داخل سوق العمل الفني هلأ الموهبة يعني اليوم يفوت للمجال الفني بالموهبة هي مثل واحد يعني يفوت على شغلة ما على شغلته فهي الموهبة طولة البال يعني نحنا الشغل التصوير هو بضع شيء كثير طعب نفسي وجهد يعني كثير كبير فطولة البال الراحة النفسية بالمكان نتواجد فيه مع الأشخاص وموهبة برجع بقولك هي أهم شي بهذا الشغل يعني يعني ليكون ينجح فيه الطفل أو أي حدا بيفوت لمجال الفني يعني نحن نتمنى لكم التوفيق قبل ما نوضعك جات فيه وانا نايمة ثلاثة بس انا صح صح تفي شوي معنا خلاص فاط نحن هلأ ننوضعكم ماشي ونشكر حضورك اليوم حابب اليوم تقول شيء طبعا بدي سلم على أماميتك اليوم رافقتك بالأكيد هي وراه هذا النجاح الجميل إليه دائما بالتصوير بالمقابلات بكل شيء العراب والصند المامي ما؟ لا تحب تقول شيء قبل ما نوضعك جات؟ بحب أشكر ماما بحب أشكر بابا كمان أنه قنعني والمام رايشة أكيد والكوتش يا زون حالو وهند؟ آه أكيد هند أكيد شفيت؟ أهلا وسهلا بكم أكيد نحن بدنا نتشكرك يا جات وأيضا لك هند أكيد دائما على هذا الدعم اللي عم تقدمي لطفل هكما وهو مثل جات أكيد نتمنى عليك التوفيق بمجالك ولجاد أتمنى نشوفك هيك نجم مثل ما أنت بتتمنى أكيد إن شاء الله بيجي هذا اليوم ونشوفك فيه شكرا لإلك بالتوفيق أهلا وسهلا فيكم وانا